موسيقى مشاهدين الأحباء في كل مكان في العالم سلام المسيح يملأ قلوبكم نرحب بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامج الدليل حلقتنا بعنوان الإسلام وهدم الكنائس سنتناول الموضوع في حلقتين أو ربما أكثر خاصة بعد أن تجدد لدى بعض المتطرفين من الإسلاميين فكر السلف القديم في هدم الكنائس على أساس امتلاكهم للأرض والناس وسنعرض عليكم كلام بعض الشيوخ بالصوت والصورة كدليل على ما نقول حتى لا يعتقد أحد أننا نتكلم دون أدلة واضحة على عنصرية الإسلام في تعامله مع الآخر ننتظر مشاركاتكم في هذا الموضوع الهام وسنفتح المجال لمداخلاتكم بعد حوالي نصف ساعة من الآن مشاهدين يشرفنا في هذه الحلقة ضيف عزيز على قلوب الجميع وهو غني عن التعريف ونرجو أن لا تكون المرة الأخيرة أرحب إياكم بالأخ رشيد أخ رشيد أهلا وسهلا بك أهلا بك أخت فدوى هذا شرف إياكم في البرنامج شكرا لك ونرحب أيضا بالأخ وحيد أهلا بك يا أخ وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين رب يبارك حياة الجميع نرحب بحجري الرحة مشاهدينا فيه سؤال منطقي اتسأل وهو بصراحة سؤال مهم وحبينا نجاوب على السؤال خاصة في الفترة المهمة اللي احنا فيها تعالوا نشوف الفيديو الأول ونسمع السؤال وبعد كده نرجع نجاوب عليه في الحلقة بتاعته نشوف الفيديو نسأل سؤال يا جماعة معالي الشهواء ده اقتراح قد يبدو سازق كده لو جينا مثلا كان فيه واحد من بتوع الأزهر بيتكلم من يومين في التلفزيون وقال أن مصر فيها مئة ألف مسجد مئة ألف مسجد بسم الله ما شاء الله يارب يبقوا مليون وأنا أظن أن الرقم أكتر من كده كان من الأوقاف إيه المشكلة أنه بكرة يطلع قرار يا جماعة من ابني مئة كنيسة ألف يعني أنا أظن أنه قدرات إخواننا الأخباطهم ابنوا ألف كنيسة حتى أنهوا يستوعبوا عيبوا كتير إيه المشكلة؟ أنا عايز أعرف إيه المشكلة؟ ما هي مشكلة بناء كنيسة؟ مشكلة ثقافة مكتامة إيه إبني أخي؟ ثقافة مكتامة لا إيه المشكلة؟ لا إيه المشكلة؟ ده بتتكلم دلوقتي ويتعد إيه المشكلة؟ ده مجرد أنه بيتاخد قطعة أرض لكنيسة بيتعمل قدامها مسجد مباشرة كده وما يطلع قدامها مسجد كده بكل حتى يطلع خمسة ياشر الخنائب دلوقتي كلها الأرض دي لو راح أخ قطي يشتري أرض عشان ربما ربما في المستقبل تبقى كنيسة وفين هبئ يا حمدي وكذا وفين هبت القانون والدولة؟ طيب سمعنا الفيديو آخر شيء بداية يعني اسم الحلقة الإسلام وهدم الكنائس ليه مش الإسلام وبناء الكنائس؟ يعني أنت شايف أنه ده اسمه مناسب؟ في الحقيقة هو اسم مناسب جدا بسبب كثير السبب الأول هو أن المسلمين لن يبنوا أي كنيسة للمسيحيين فلا يمكن أن نتحدث عن شيء اسمه بناء هم سيقررون ماذا سيفعلون بالكنائس الموجودة أصلا أو الكنائس التي يريد المسيحيون أن يبنوها في الأرض فإذن هذا من جهة من جهة تانية أنا أريد أن أتكلم عن ثقافة الهدم في الإسلام الإسلام كثقافة لا يوجد فيه ما يسمى بالبناء يوجد فيه أكثر شيء ما يسمى بالهدم دعني أذكر المشاهدين بالأشياء التي نراها مثلا على الإعلام الآن كنائس تهدم في مصر ويعتقد البعض أن هذا مجرد تصرف من مجموعة من الناس منفصل كليا عن الدين لكن لو تأملنا تاريخ الإسلام أو عقائد الإسلام كما جاءت في القرآن وفي السنة وفي أفعال محمد وكما جسدت في التاريخ الإسلامي سنجد كلها تتفق على شيء واحد اسمه الهدم دعني أبدأ بمقولة مهمة لابن خلدون وهو من شمال إفريقيا من تونس قريب مني سأقتبس كلام خطير قاله ابن خلدون في الفصل السادس والعشرون في مقدمة ابن خلدون الكتاب الأول يقول ومسميه الفصل في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب دعوا عنوان الفصل عنده أسرع إليها الخراب يعني العرب إذا تغلبوا على أي وطن يسرع إليه الخراب والسبب في ذلك بيشرح لنا ابن خلدون ويقول أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة وكان عندهم ملزوزا يعني بيتلززوا به كان عندهم ملزوزا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له ابن خلدون من أوائل علماء الاجتماع اللي لخصوا الشخصية العربية الإسلامية فقال أنهم مجبولون على التوحش وصار عندهم طبيعة شيء آخر لو تأملنا في فصول مكتوبة ومخصصة لهدم الكنائس ابن تيمية ابن القيم في مشايخ الإسلام كلهم خصصوا فصول في كتبهم للتعامل مع الكنائس وأغلبها يتكلم عن الهدم في كتاب مؤلف في هذا الأمر اسمه النفائس في أدلة هدم الكنائس نفائس 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 يعني شيء كبير النفائس في أدلة هدم الكنائس لابن الرفعة أبو العباس الأنصاري الشافعي المصري هذا مصري توفي حوالي سنة 1321 وده من أعلام الشافعية فإذا إحنا لو نتكلم عن البناء نبقى ظلمين في حق الحلقة ونبقى غير منصفين تجاه الحلقة طيب بالنسبة لتصنيف الأراضي اللي احتلوها العرب المسلمين كيف صنفوا الأراضي؟ بالنسبة لهدم الكنائس طبعا هم قسموها تقسيم معروف عند الفقهاء ومعروف في الإسلام يسمى أرض الصلح وأرض العنوى يعني إيه عنوى؟ العنوى التي أخذت يعني غصبا أو بالقوة أو بالقتال أو بالحرب دعني أسميها تسمية استلاحية دقيقة أرض العنوى وتسمى أرض الفيء أيضا وهي كل أرض أخذها المسلمون بالسيف والقتال والغلبة في لسان العرب مثلا يقول وأخذت البلاد عنوى يعني بالقهر والإزلال يعني أخذت بالقهر وإزلال الناس الموجودين فيها وهي أغلب بلاد المسلمين لو أخذنا الآن كل بلاد المسلمين ونتأمل فيها سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين أرض الحجاز كلها باستثناء يترب أو ما يطلق عليه المدينة مصر، السودان، العراق، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريطانيا أضف إليها البلدان غير العربية إيران، باكستان، أفغانستان، السنغال، مالي، نيجر، تشاد كل هذه الأرض هي أرض عنوى وأتساءل معك أخت فدوة مع الأخ وحيد كيف يعقل أن يقال أن الإسلام انتشر بالسلم وهذه الأرض كلها نطلق عليها اسم أرض العنوى التي أخذت بالقهر والإزلال من الناس المراجع التي استخدمتها مراجع إسلامية كلها لا يوجد اتفاق بين العلماء في مسألة أرض العنوى وأرض الصلح هذا اتفاق بين العلماء في كل المداهب يعني هذا ليس تعريف من عندي أو من عندي أي شخص دارس للإسلام هذا اتفاق علماء الإسلام هذه أرض العنوى هذه تعد ملك عام للمسلمين يعني المسلمين يمتلكوا هذه الأرض هي بتاعتهم يقرروا فيها ما شاء ويسيبوها البعضين يقسموها يقسموها في الحال هذا شغلهم واللي مقيم فيها بمثابة عبد أو رقيق أجير فيها طبعا في أحكام فقهية مختلفة في الأمر لكن أنا بلخص للمشاهدين في أرض الصلح أرض الصلح أنا بستغرب ليه سموها أرض الصلح أصلا لأني غير متفق على اسمها أرض الصلح لكن خليني أقول ما قالوه في هذا الأمر هي ما صلح عليه الكفار من أرضهم وهي نوعان بحسب ما جاء في عقد الصلح ممكن تكون نوعين حتى يمقسم نوع قد تكون الأرض لهم وعليها خراج تكون للمالكين بتاعهم وعليها خراج وقد يصاله على أن تكون للمسلمين وعليها خراج أيضا يعني ياخدوها وكمان ياخدو عليها يمكن في عقد الصلح يقولوا لهم دي بتاعتنا وإنتوا تدفع علي خراج وخليها لكم مؤقتا فده ممكن يكون في أرض الصلح أيضا طيب أنت كان عندك استغراب بتقول ليه هي أرض صلح يعني ليه التسميد لأن الصلح هو بيكون بين اتنين متخصمين نيجي نصالحهم البلاد اللي بيغزوها المسلمين هي متخصم عمال المسلمين ليه أنت جاي تغزيني وتقول لي لو ما استسلمتش قبل الغزوة بتقول لي استسلم ونعقد أو نعمل عقد الصلح بنا معاهدة نعم ايه الصلح العقود اللي بتكون فيه بتكون إزلال لي لي أنا أنا مغلوب مش أقادر أقومك عندك جيش عظيم أنت أقوى مني فأنا بخطأ لي شروطك وبيسموها عقد الصلح هو عقد إزلال الآخر ما فيش عقد الصلح هنا احنا متخصمين لي ما انت جاي تغزيني وأنا مش عايز فبيسموها أرض الصلح يعني اللي اتنين زي بعض هم في الأخير اللي اتنين زي بعض طيب شكرا لك يا وحيد يا أخ رشيد أخ وحيد بالنسبة لتصنيف الكنائس كيف صنفوا الكنائس طيب هما بالنسبة للكنائس صنفوا أيضا تصنيف غريب جدا صنفوا أن هناك فيه كنائس قديمة وكنائس حديثة وكنائس ما يراه المسلمون إذا كان للصالح يسيبوها أو إذا كان متضررين منها فيهدموها وانا ممكن لحظة بس للصالح الصالح ده اللي يحدده المسلم طبعا يحدده الحاكم يحدده أمير الجماعة يحدده أمير المؤمنين يعني كل شخص يتصرفون طبعا هما اللي يحددوا فهنا في تصنيف هدم الكنائس ممكن يشوف معاي كده المشاهدين الكنائس كانت موجودة دي بيسموها قديمة أصلا كانت موجودة قبل دخول العرب دي كانت موجودة دي لها حكمة هنشوفه بعدين نعم التصنيف الثاني كنائس مستحدثة يعني جديدة أقاموها جديد لسه دي برضو اللي هي حكم آخر نعم وأخيرا كنائس في قرى مسيحيين سكنها المسلمون يعني كان قرى فيها مسيحيين بس في أرض احتلها المسلمون خلينا نقول مثلا مصر دخلوا مصر وكانوا في الجزء الشمالي الجزء الجنوبي كان كله مسيحيين خلاص بعد شوية كتر المسلمين فدخلوا القرى أيضا وسكنوا فيها فما حكم هذه الكنائس لها حكم آخر أيضا سنراه بنعمة الرفي ممكن تكلمنا عن حكم الكنائس دي أو الخاصة بالهدم والبناء وفيه كنائس موجودة بالمناسبة في مدن أنشأها المسلمون دي أساسا من أساسه مش مفروض كان تبنى ويجب أيضا إزالتها بالنسبة لحكم هدم الكنائس برضو فيه ثلاث أقسام وده موجود في ابن قيم الجوزية زي ما شايفين في كتاب أحكام أهل الزمة جزء الثلاثة ومقدمة مسألة في الكنائس لابن تيمية بيقول الكنائس ثلاثة أقسام ما لا يجوز هدمه وده حنشوف ليه ما لا يجوز هدمه بعد كده ما يجب هدمه يجب هدمه والأمر الثالث ما يفعل المسلمون فيه أيضا الأصلح بالنسبة لهم حيشوفوا إيه الأصلح وبناء على ما هو أصلح يقرروا بعد كده يهدموا ولا يسيبوا في مضرة للمسلمين سيبوا دلوقتي لحد ما تنتهي المضرة بعد كده يتم هدم هذه الكنائس طيب إحنا حنشوف فيديو معنا فيديو حنشوف إذا كان الكلام اللي بيتقال مع إنه من مراجع إسلامية لكن حنشوف إذا كان الشيخ بيقولوا نفس الكلام ولا عندهم كلام تاني هؤلاء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي إذا أردنا أن نتعرض لمقدار الحرية التي أتاحها لهم الإسلام في إطار الدولة المسلمة فأولا على المستوى العقدي والعبادي إلى أي مدى يشرع لغير المسلمين في الدولة الإسلامية أن يقيم المعابد والكنائس ودور العبادة الخاصة بهم لا يقيمونها إلا في داخل بيوتهم ولا يقيمونها في شوارع المسلمين ولا في أرضهم إلا ما كان من ذلك سابقا إلى الإسلام كأرض فتحت صلحا وتقر لهم معابدهم وكنائسهم والخلاف فليجوز لهم ترميمها وتجددها من جديد إذا خربت والرأس أنه يجوز لهم ذلك لكن لا يتعدى حدود الذي كان قائما موجودا في وقت الصلح هل هناك فرق بين البلاد الإسلامية التي فتحت عنوتان أو التي فتحت صلحا أو التي مثلا أسلمت طوعا من حيث هذه المسألة نعم بالنسبة للبلدان التي فتحت عنوتا لملكها المسلمون وملكوا كل ما فيها فلا يجوز لهم إقامة الكنائس والبيع على ملاكهم ولا بإذن الحاكم ولا بإذن الحاكم لا يجوز إحداث ذلك أما البلاد التي فتحت صلحا فصالح عليها فيبقى ما تحت أيديهم لهم فالأرض وما عليها من كل أهلها الأصليين وإن اشترطوا أن يحدثوا الكنائس والبيع لا بالنسبة لهذا شرط باطل في الأصل إلا في داخل دورهم وملاكهم فقط لكن ما كان من الكنائس قائما ومن البيع فيه يتركوا لهم يعني إذن لا ترون أنه من حق غير المسلم إذا كان في دولة إسلامية مقيما أن يعلن ببيعه وكنائسه لا 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 يفعل ذلك إلا في داخل بيته أو في فقط نعم طيب على مستوى من البيوت مثلا الآن السفارات طيب إحنا كنا بنستمع للشيخ محمد الحسن وشفنا رأي الشيخ وأعتقد هو برضو مرجعيته الكتب الإسلامية الأخ رشيد والأخ وحيد عاوزين ناخد إحنا حصل التكسيم في الكنائس التي يجب هدمها عاوزين نركز على الحتة دي ما يجب هدمه عندنا عاوزين نتكلم في النقطتين الكنائس الجديمة والكنائس الجديدة بالنسبة للكنائس القديمة عايزين نعرف حكمها آخر رشيد حكم الكنائس القديمة بالنسبة للهدم هو حنلف وندور وحنيجي لنقطة مهمة أن حكم كل هذه الكنائس في الأخير هو الهدم يمكن يكون في تقسيم واختلافات وأراء فقهية لكن في الأخير الخلاصة حكم هذه الكنائس هو الهدم وأنا جاي بالتفصيل وحنشوف ما بينه وبين الأخ واحد وحنشوف أنه في الأخير الملخص هو الهدم سواء كانت الكنائس قديمة أو مستحدة هو لا يهم في الأخير هذه دور كفر والشرك وينبغي أن تهدم ابن القيم مثلا ماذا يقول يقول وملخص الجواب أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحو الأمصار التي مصرها المسلمون يعني هم اللي مصروها هم اللي أوجدوها بأرض العنوى فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوى سواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدتة لأن القديم منها يجوز أخده ويجب عند المفسدة فإذا لا يهم كانت محدتة في أرض العنوى أو كانت قديمة في الأخير ينبغي أن تهدم لأنها مفسدة فيجب على المسلم أن يهدم هذه الكنائس هذا ليس له الخيار هذا واجب هذا يأثم هو مذنب لو ما قمش بفعل الهدم يعني اللي بيحصل حاليا في مصر والعراق مثلا اللي نحن بيشوفه من هدم الكنائس هذا إسلامي بحت مش زي ما بيقال أنه هذا نوع من البلطجة لا لا ده ليس حتى مبالغة وليس حتى تطرف ولا تعطيها أي اسم إلا تجسيد لمبادئ الإسلام على أرض الواقع وحتى البلدان التي لا نرى فيها مثلا المغرب لا نسمع أنه كنيسة تهدم هناك لكن هل يمكن أن تبنى كنيسة في المغرب؟ بنيت الكنائس في عهد الاستعمار الفرنسي فقط يعني كانوا مرغمين كان الاستعمار موجود بعده لم تبنى كنيسة خذ الجزائر مثلا كل المتنصرين الآن يذهبون لبيوت يطلقون عليها كنائس خذ تونس مثلا خذ أي بلاد إسلامية فالمشكلة يعني حتى لو قلنا دول متطرفين خلينا نقول عنهم متطرفين ماذا عن الحكومات؟ قطر التي سمحت ببناء كنيسة وقالوا للأجانب فقط قيمة ضجة وكان في فتاوى كثيرة أنه لا يجوج أن تبنى كنيسة في أرض المسلمين يعني ده ده خلاصة أرض ما يدور على أرض الواقعة نكمل مع أحكام أهل الدم اللي بن القيم يقول وعما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوى فما كان منها محدة وجب هدمه وإذا اشتبه المحدة بالقديم وجب هدمهما جميعا يعني لو لو حصل في مش عارفين ده محدة قبل الإسلام ده محدة بعد الإسلام أو قديم قبل الإسلام يعني لازم نمشي مع القديم ونهدمها يعني الأحسن نهدمها لأنه في الأخير يجب هدمها وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم في استثناء يعني بعض المرات ممكن يجوز نخليه بأيديهم فينظر الإمام في المصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرها وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا في الأخير لو احتاج المسلمون هذه الكنيسة أخذت لو فيها مضرة أخذت لو شافوا أنه من مصلحة الأمة الإسلامية أنه تهدم تهدم فإذا في الأخير ننتهينا لخلاصة واحدة أنه كل الكنائس سواء القديم منها أو المحدد يهدم شكرا لك نخلص الحلقة يا رشيد للأسف للأسف هذه النتيجة التي سنصلها في الأخير لكن لكي يكون بالأدلة لكي لا يبقى الكلام مجرد كلام وحيد حكم الكنائس القديمة طبعا نحن نتكلم عن بلاد العنوى الكنائس في قرى لا يوجد مسلمين أنت كنت عملت التصنيف أو وضحت التصنيف الذي هم عملوا فممكن تقول أي الحكم بكل سرور وأنا أتمنى أنه يكون يعني الأخ عمر أديب يبتدى يفهم بعض الشيء الإجابة على السؤال المنطقي الرائع بتاعه سؤاله رائع جدا أعتقد البسيط الذي قيل الآن يعني يجسد الإجابة بشكل رائع جدا بالنسبة إلى المدن الكنائس الحديثة لو بنى المسلمون على قرى المسيحيين مدينة المسيحيين موجودين في مدينة أو في قرى وجاء المسلمون بنوا على هذه القرى مدينة نرى ما الحكم موجود في مجموع فتاوى ابن تيمية الكنائس التي أغلقت في القاهرة وكذلك في كتاب مقدمة مسألة في الكنائس أيضا لابن تيمية نقرأ التالي بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوى كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون عليها فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لأن لا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد فإن سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس عن النبي أنه قال لا تصلح قبلتان بأرض يبقى إذن فين البداية بتاعت المشكلة عن النبي الكلام ده مش جايبين والمسلمين من عنديهم فإذن أنا باتفق مع الأخر الشيء يعني المحصلة النهائية لا تصلح قبلتان بأرض يعني المحصلة النهائية بمجرد أن يوجد مسجد في مكان فيه كنائس ده خطأ يبقى إذن التصنيف الأول لو كانت كنائس مسيحيين موجودين في قرية وشوية مسلمين جوه وبنوا جامع لا يجب أن تبقى هذه الكنائس ليه تعليم رسول الإسلام لا يجوز أن تبقى قبلتان بأرض زي ما قال عنده في الجزيرة لا يبقى دينان في جزيرة العرب مزبوط إذا سكن المسلمون في قرى المسيحين خلاص في الأول بنوا مدينة طيب إذا ما بنوش مدينة بس كتروا في قرية وبنوا مسيحيين كلها مسيحيين كلها مسيحيين في مجموع فتاوة ابن تيمية جزء 28 وصات 638 يقول وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد للمسلمين طيب فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي فيها جازة ذلك وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا بها مساجدهم فقد قال النبي لا تصلح قبلتان بأرض وفي أثر آخر لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب طبعا بيت العذاب ده الكنيسة السؤال العجيب جدا هل الإسلام ضعيف وهش لدرجة أنه لا يحتمي الكنيسة للآخر لماذا المسيحيون أقوياء وبيثبتوا وجودهم في كل مكان في العالم تعال عايز تبني مسجد ابني لا مشكلة ما هو بيبني قدام كل كنيسة جامع ده زمان كانوا بيقولوا دي الوحدة الوطنية بس شيخ الأزهر قال ده يعني تضييق وحنقدم ربما في حلقات أخرى شيخ الأزهر الحالي ذكر أنه ده تضييق على المسيحيين فإذا هنا إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن عقيدة تثبت للآخر أنها عقيدة هشة لا تستطيع أن تعيش مع الآخر طيب في جزئية أخرى في مجموع فتاوى ابن تيمية جزء 28 يقول والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها خلاص بيقولنا إحنا كفار وكنائسنا أماكن شرك وكفر وبالتالي لا يجب ولا يليق أن تظهر أي علامات زي ما ذكر الشيخ من شويات الشيخ محمد الحسن أنه في بيوتهم خليكم في بيوتكم لا يوجد إعلان لأي شعيرة من شعائر المسلمين ما هذه العقيدة التي تزل الآخر ولا تحترم الآخر ونسمع الإسلام احترم الآخرين هل هذا هو الاحترام؟ عشنا في ظل الإسلام يقال لنا أهل الزمة عاشوا طول عمرهم في عصر الإسلام في خير ورغد هل هذا هو الخير ولا ده إزلال وتحقير للآخرين والمحبة والتسامح والسلام وكل الشعارات اللي احنا بنسمعها كلام كبير فعلا طيب احنا برضو حنسمع فيديو كمان عشان تاخدوا الإسلام من شيوخ الإسلام يمكن تفتكروا ان احنا بنجيب كلام من عندنا اسمعوا شيوخ الإسلام بيقولوا ايه نشوف الشيخ الحواني واجد بعض الذين يتصدرون الكلام في الفضائيات يتكلمون بكلام انا استغرب غاية الغرار انه يتمنى ان يرى في كل شارع كنيسة بناء المسجد ويقول يجوز للمسلم ان يتبرع بالمال لبناء الكنائس وهذا يخالف قول كل اهل العلم انا ابني محفلا للشرك ده في ميثاق عمر بن خطار رضي الله عنه اذا بني اذا هدمت كنيسة وسقطت لا يجوزها تجدد فاحنا في زمان الانفلات ولا ستكلمون بمنتهى حرية يقول نحن نقول للنصارى بشروا بدينكم ومن حقكم ان تبشروا بهذا الدين في الفضائيات زمن الانفلات زمن الانفلات انه ممكن تتبني كنيسة على حساب اللي هدموها او حساب الدولة او حساب شيخ من الشيخ اصبح زمن الانفلات اخ رشيد تعليقك هو تعليقي حيكون عبارة عن فتوى ابن تيمية وطبعا اليوم احنا مركزين على لانه كل من اراد ان يفهم فقه الاسلام تجاه الكنائس فليقرأ احكام اهل الزمة ومجموع فتوى ابن تيمية ابن القيم وابن تيمية ابن تيمية وتلميزه فتقرأ ما يشيب له الولدان في هذه الامور يعني مفصل غاية التفصيل ممكن تسمع وتشوف ماذا يقول الاسلام في الكنائس خلينا اقرأ في سؤال وجه لابن تيمية ما تقول السادة العلماء ائمة الدين في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي اغلقت بامر لانه كان زمان اغلقت الكنائس بامر ولاة الامور اذا ادعى اهل الدم انها اغلقت ظلما وانهم يستحقون فتحها وطلبوا ذلك من ولي الامر ايده الله تعالى ونصر فهل تقبل دعواهم اجاب اما دعواهم ان المسلمين ظلموهم في اغلاقها فهذا كذب مخالف لاجماع المسلمين انا عايز اركز على الاجماع فان علماء المسلمين من اهل المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم من الامة كسفيان الثوري والاوزاعي والليث بن سعد وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اجمعين متفقون على ان الامام لو هدم كل كنيسة بارض العنوى كارض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك مجاهدا في ذلك ومتبعا لم يرى ذلك عفوا لم يكن اعتقد هذه اضافة او اعادة لم يكن ذلك ظلما منه بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى ذلك وان امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقدي العهد وحلت بذلك دماؤهم واموالهم يعني الخلاصة ده اتفاق المذاهب الاربعة واتفاق ائمة المسلمين على ان الهدم يعني ليس فيه اي خلاف للدين بل هو تطبيق للدين لصحيح الدين واذا تظلموا المسيحيين ده استحلت دماؤهم وعرضهم بهذا يعني اللي بيقوله الشيخ الحويني ده مرجع لابن تيمية هو بتكلم عن كنيسة اغلقت لو طلبوا فتحها طبعا أنا آسف للمقاطعة فيه ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ الزغبي وكل الشيوخ وشيخ أحمد النقيب وكلهم شيوخ السلفية دول بيتبنوا دول بيعبدوا ابن تيمية ابن القيم لو جاهز التعبيرية بمعنى انه بيحترموا كلامه جدا فإذا ابن تيمية بيعرفوه عن ظهر قلب ويقولون ما يقوله ابن تيمية ابن القيم يعني هم لا يخالفون ما يقول الدين الاسلامي في الحقيقة طيب خلصت الجزئية لو 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 في وقت ممكن أضيف أيضا لو في وقت يسمح بذلك طيب خلينا يعني أديك سؤال تاني وبعدين ممكن نضيف الحتة دلوقتي لو يعني يعني الشيخ بيقول ان دي بيوت شرك طبعا ان هو مش ممكن يدفع من جيب او يعني 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 على حسابه هو ايه المشكلة الاسلامية في انه كنيسة تتعمر اخت فدوة انت مش غريبة على الموضوع يعني وبتعرف الموضوع ده والأخ واحد عارفوا الكنائس هي رمز كفر ورمز الشرك بالنسبة للمسلمين هي مضرة بالاسلام وبالمسلمين في نظرهم نعم لانه هي بتنافسهم وبتقدم عقيدة اخرى منافسة للاسلام فاذا انا لو شفت اني في خطر من جانب معين لو عايزين تفسير منطقي يعني نعم لو شفت في خطر بيأتي من جانب معين انا احاول ان اجد كل السبل لاغلاق هذا هذا الباب حتى لا يدخل علي منه اي شيء ما قاله العلماء مثلا نرجع لأحكام اهل الدمال ابن القيم قال وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار وهو مقتدأ اصول الشرع وقواعده فان احداث هذه الامور يعني الكنائس احداث شعار الكفر وهو اغلظ من احداث الخمارات والمواخير بيقولك الخمارة اصفة في التعبير والكبرهات مثلا في مصر وصلات القمار وكل الموبقات موجودة لا سمعنا يوم مسلم فجر نفسه في المكان ولا سمعنا يوم حد قتل رقاصة اصفة للتعبير يعني يعني ايه المشكلة اللي عند المسلم انه يسيب البيوت دي ويهدم الكنيسة تعرفي لي يا أخد فادوان لانه ده فسق بيعتبر بس فسق الفسق اقل من الكفر في الاسلام وده شرك بالنسبة للمسلم ده نصراني مشرك بالنسبة له مواخير او خمارة او اي شيء ده مجرد فسق طيب يا اخر رشيد ما هو ساب الفسق هو سابه طب ما تسيب الكفر لا الكفر ما فيش تساهل معاه في الاسلام يعني انا بتكلم بمنطق واحد اسلامي ماذا يقول ابن القايم يقول فان تلك شعار الكفر الكنيس وهذه شعار الفسق يعني المواخير الا في فرق الفسق انا ممكن اتعامل معه هو لسه مسلم في رجفي يعني مسلم فاسق ما فيش مشكلة مسلم فاسق هو مسلم نصراني كافر ده كافر يعني مشرك وعابد لتلات آلهة ماذا يتعامل معه مثلا لو ضربت مثال كان معايا واحد صاحبي وكنا كلنا من خلفية اسلامية لسه جداد في الإيمان كان يدخل على البيت يجد اخوه بيتحشش حاطط قطعة حشيش قدامه طبعا هو يذهب لركن البيت ويفتح الكتاب المقدس يخرج فيجي اخوه يضرب الكتاب من قدام الطاولة ويقول له شيء الكفر ده من هنا وهو قاعد قطعة حشيش لأنه بالنسبة له ده اللي علموه ده مجرد فسق هتتوب منه هترجع للإسلام أما ده كفر مالوش دواء فده الفكر الإسلامي طيب تفضل كميل في حتة هتكميلة ولا يعني أنا كنت عايز يعني بص اختفادوا أنا معلش الموضوع ده بيحتاج حلقات نعم وده لا يكفي حلقة واحدة لو شفنا تطبيق هذا على أرض الواقع كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة يعني ابن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشاهدت عروة ابن محمد يهدمها بصنعة ده تجسيد آه طبعا في اليمن هدمت ده شهادة شاهد روى الإمام أحمد عن أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها عن الحسن البصري من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه فبعت بأجوبة من الإمام أحمد فأجابو بهدم كنائس سواد العراق يعني التاريخ الإسلامي كله مالي بتقافة الهدم هدم الكنائس طيب شكرا لك يا أخ رشيد طيب وحيد احنا كل أخذنا ده كله الجزئية عن الكنائس القديمة عايزين نشوف الكنائس الجديدة وإي حكمها؟ أنا عندي تعليق بس على جزئية كان ذكر الأخ رشيد إنه إذا لم يوافق المسيحيون النصارى على هدم كنائسهم تحل دماءهم وده شيء في منتهى الغرابة هل أنا مفروض أني أوافق أقول لك أوكي تفضل تعال اهدم الكنيسة؟ طبعا في عرف الإسلام طبعا المفروض أني أوافق لازم توافق لكن هل هذا عرف إنساني؟ هذا إذا بعيد عن كل مقياس إنساني بدون استسلام الإسلام لا يشرع بناءًا على رغبة الإنسان ويقولك ده رغبة ربنا وإنت لازم تخطعه إذا هذا الإله العنصري ده إله عنصري إذا أصبح إله عنصري لا يرضى أنه الناس تعيش حياته اللي هي عايزاها وبعدين حاسبهم آخر الوقت يعني لأنه المسلم لما أخذ أرض النصارى كما يقولون هو أخذها بشروط أيضا أنه يحترموا الإسلام وهو الأعلى وهم الأقل هو يعلى ولا يعلى هم صاغرون صحيح فإذا لو قلت لو رفضت أنت بترفض الإسلام أنت بتعلي نفسك فوق الإسلام نقدت العهد لم يعود لك أجزمة في الإسلام صحيح طيب أنتقل لسؤالك بالنسبة للكنائس الحديثة هم برضو صنفوها هم شاطرين جدا في التصنيف فيه كنائس حديثة بأرض العنوى وأنا سميتها بلاد احتلها المسلمون بالقوة لا يوجد شيء يسمى أرض الصلح كما ذكر أخ رشيد اتفق معه جملة وتفصيلة أرض الصلح أنا سأسميها أرض استسلم أهلها استسلموا ما عندهم بديل يعني أي صلح وأرض عنوى أنا سأسميها بلاد احتلها المسلمون بالقوة فإذن كنائس حديثة بأرض العنوى في ابن قيمة جوزية في كتاب أحكام أهل الزمة ومقدمة مسألة في الكنائس لابن تيمية بنشوف أنه وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوى فما كان منها محدثا وجبة مش جازة لأنه في الإسلام في فرق بين وجبة وجازة وجبة هدمه يعني لازم تتهدم لا يوجد فصال لا يوجد تفاهم وجبة هدمها على الإطلاق إذا كانت ودي مرحلة تانية إذا كانت جديدة من أساسه في بلاد بناها المسلمون داخل أرض العنوى داخل الأرض المحتلة التي احتلها المسلمون نرى في ابن قيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الزمة أحكام أهل الزمة وبرضو في ابن تيمية مقدمة مسألة في الكنائس يقول وهذه الكنائس التي بها بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلاء المتعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة اتفاق يعني ولا واحد شز عن هذه القاعدة يا ناس لا احنا دين قوي احنا خايفين ليه من العقائد الأخرى ننتقل إلى مجموعة فتاوى ابن تيمية طيب معلش بعد إذنك أخو حيد اتفاق الأئمة ده زمان أيام ابن تيمية وما قبله وابن قيم بس احنا النهاردة بنشوف فيه اختلاف بين الشيوخ يعني فيه الشيوخ بيطلعوا هل ده تلميع لصورة الإسلام لا في الجزئية دي لا يوجد اختلاف شيوخ النهاردة والنهاردة لا يوجد اختلاف في هذه الجزئية على الإطلاق ولو قال أحد الشيوخ غير ذلك فهو إذن يما بيستخدم التقية يما بيحاول تلميع الإسلام لكن لم أسمع من من سمعت من الشيوخ حتى الأزهريين أنه مختلف في هذه الجزئية هذا اتفاق لا يوجد اختلاف فيه على الإطلاق طيب وعلشان كذا أنا بقول للأحباء المسلمين أنتم خايفين على أولادكم من الإرهاب هذه مصادر التعاليم قدامكم في مجموع فتاوة ابن تيمية جزء 28 635 وقد اتفق المسلمون هي مرة تانية على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة ده اتفاق خلاص بنوا مدينة دي بتاعتم طيب هل السؤال اللي بيفرض نفسه هل ترضى أن تعامل بذات الطريقة يعني أنا لو بنيت مدينة وإنت غريب في هذه المدينة هل ترضى أن أعاملك بهذه الطريقة أنا عايز أحباء المسلمين أنا عايز كل مسلم يحط نفسه مكان أهل الذمة اللي أنتوا بتسموهم أهل الذمة صحيح وحط نفسك بهذه القوانين هل أنت بترضى تكون في دولة وتصنف إنك أهل الذمة وتصنف إنه مساجدك تهدم إلى آخره في تحفة المحتاج في شرح من المنهاج لابن حجر الهيتمي وأيضا في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج والإثنين في الفقه الشافعي الاثنين في الفقه الشافعي يقول وَنَمْنَعَهُمْ وَجُوبًا وَجُوبًا لازم لازم إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بلد أحدثناه لما رواه لما رواه أحمد ابن عدي عن عمر عاني النبي قال لَا تُبْنَى كَنِيسَةْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجَدَّدْ مَا خَرِبَ مِنْهَا وهنا مندخل إلى صلب المشكلة اللي ظاهرة في مصر نعم لك لها ما ما تجدد الكنيس سامع يا أستاذ عمر سامع المشكلة فين ما تجددش الكنيسة سامع يا أستاذ عمر بيتكلم عن لَا يُجَدَدْ مَا خَرُبَ مِنْهَا دي مين اللي علم التعليم ده رسول الإسلام لا توجد كنيسة في الإسلام لا لكنيسة في الإسلام ولا يُجَدَدْ مَا خَرُبَ مِنْهَا طيب يعني إيه يعني خليهم يقعوا يقعوا لحد ما يكونوا بلا كنائس وبالتالي يضطروا إلى اعتناق الإسلام آخر جزئية في منار السبيل لإبن ضويان وفي أحكام أهل الزمة نقرأ عن ابن عباس قال أيما مصر مصرته العرب أي مكان يعني المسلمين فليس للعجم يعني أهل الزمة أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا فيه ناقوسا حتى يعني الشعائر الدينية ممنوع أنها أيضا تؤدى في هذا المكان ما عليش أنا مش هتطول في أحكام أهل الزمة لإبن قيم عن الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال من السنة يمكن تسمعناها من شوية الأخ رشيد ذكرى أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة إذا كانت قديمة أو حديثة فيه كنايس الشبهة بقى ده أنا سميتها كنايس الشبهة هل هي قديمة ولا جديدة مش عارفين اختلط عليهم الأمر اختلط الأمر طيب مش فيه مباني ممكن تتعارف طيب ما تجيب واحد بيفهم يعرف كنيسة قديمة ولا جديدة لا على إيه حنتعب فإيه الحكم بتاعها في إبن قيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الزمة والإبن تيمية يقول وإذا اشتبه المحدث بالقديم واجبه هدمها جميعا لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا هنرجع دايما للملخص الأخير اللي ذكره أخونا رشيد في البداية أنه من الآخر وكله يهدم يعني من الآخر طيب الجزئية اللي فيها أنه اللي يخرب لا يعمر أو ما يجدد مرة أخرى الترميم وإحنا بنعرف أنه في مشكلة في مصر برضو بخصوص الترميم صحيح لدرجة أنه المسيحي بيحتاج لإذن يعني رئيس الدولة اللي بدون مؤاخذة يعني لترميم حمام صحيح وده كانوا بيرجعوا للخط الهمايوني ما يعرف بالخط الهمايوني من أيام يعني الاستعمار التركي لمصري اللي بيسموه فتح الإسلاميين بيسموه فتح يعني لكن الواضح عيد لي الحتة نتاني في قوانين موجودة من أيام الحكم العثماني الفتح الفتح العثماني نعم بيسموه الفتح العثماني لمصر المسلمة المسلمة فأنا عاوز أنبه الأحباء المسيحيين أنه الموضوع أقدم من ذلك بكثير الموضوع بيرجع لإبن تيمي يعني قرن 13 وبيرجع لإبن عباس هو رسول الإسلام اللي علموا بالكلام نعم زي ما تفضلتوا أنتو الاثنين بتقولوا سنة طيب أنا بشجع الأحباء المشاهدين أنهم يشاركونا في الموضوع بننتظر إيميلاتكم وبننتظر مكالماتكم طيب عندنا الشيخ محمد حسان برضو عندنا فيديو لي عايزين نسمع ونشوف رأيه في الموضوع ديننا لا يجوز لنا أصلاً أن مصلي في أرض المغتصبة يا سلام نعم هذه معلومة أود أن أتمنى الآن أن يسمعها شباب الأقبط في مصر ديننا لا يجوز لنا أصلاً أن مصلي في أرض المغتصبة يا سلام نعم هذه معلومة أود أن أتمنى الآن أن يسمعها شباب الأقبط في مصر طيب ديننا لا يجوز أن نصلي على أرض مغتصبة هل ده كلام يعني أنا عاوز أعرف الشيخ محمد حسن هل عنده مرجعية للكلام ده ولا مجرد كلام بس بيضحك بيه على الناس ولا إيه بالظل ده كلام أخذ رأيكم أنتو الاثنين ده كلام بيضحك بيه على العقول قصص الكنائس التي حولت إلى مساجد تملأ الكتب موجودة في كل مكان الكتب الإسلامية لا تكلم عن أشخاص يعني يعتبرون معادون للإسلام أو غير ذلك مؤرخوا الإسلام بالضبط لو رجعنا مثلا إلى المقريزي نرجع إلى ابن خلدون نرجع إلى كل دول لما يؤرخوا بيذكروا مساجد كانت مكان كنائس كان قبلها موجود كنائس أعطي مثال لو سمحت قصة جامع قرطبة وتعرفين أن إسبانيا كان غزاها المسلمون فتح فتحوها وطبعاً رجعت الإسلامية وقت كبير وأخذوا كنائسها هدمت بالكامل ومن بين أكبر الكنائس بنية في مكانها جامع قرطبة كنيسة بنية مكانها جامع قرطبة لا مشهور أي واحد دلوقتي يعمل جامع قرطبة مؤخراً كان حصل فيه مشكلة في الأخبار كانوا المسلمين حتى اللي بيجوا لأنه الآن هو صار مكان سياحي يعني عبارة عن معمار أتاري ضخم بيجوا الناس يشوفوا الحضارة الإسلامية اللي كانت في الأندلس أو في إسبانيا حالياً فالمسلمون الذين يذهبون إلى هذا المكان صاروا يصلون في ذلك المكان فجاء الإسبان وطردوهم لأنه أنت جاي كسائح فكانت دي رسالة من المسلمين إحنا حنسترده صاروا عايزين يقيموا فيه الصلاة غصباً عن الإسبان لأنه جامع مش ممكن نسمح فيه فده بيعكس نفسية المسلم اللي مأخودة من النصوص فإذن ذكر رازي عن الفقي محمد بن عيسى أنه قال لما افتتح المسلمون الأندلس استدلوا يعني بصي لما نتكلم عن السنة وعن ما فعله والخلفاء والصحابة كل هذا استدلوا بما فعله أبو عبيدة وخالد عن رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مشاطرة الروم في كنائسهم خلي بيالنا ده في كتاب مغربي أبو عبد الله محمد المراكشي البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب عشان لو أي واحد عايز يرجع لأن أخبار المغرب والأندلس موجودة في كتب تانية بعيدة عن بنلاقيها بتفصيل أكتر المغاربة لأنه أصلا هو تم غزو الأندلس من المغرب فتم تأريخ كل الأمور عند المغاربة بشكل مدقق ومفصل فإذن شاطروهم في كنائسهم مثل ما فعل الروم في كنائسهم مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخدوه صلحا بين قوسين صلحا فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة في كنيستهم العظمى التي كانت بداخلها اختاروا أعظم كنيسة عندهم وابتنى المسلمون في ذلك الشطر مسجدا جامعا وبقي الشطر الثاني بأيدي الروم بس قسموا لهم الكنيسة على نصين شطر أخدوهم والشطر الثاني عندهم اللي حيحصل إيه وهدمت عليهم سائر الكنائس سابوا لهم داز شوية وبقي الكنائس كانت هدمت فلما كثر المسلمون بالأندلس وعمرت قرطبة ونزلها أمراء العرب بجيوشهم ضاق عنهم ذلك المسجد طبعا ضاق عليهم ودي الحجة اللي بنسمعها دائما ما صارش يكفينا وجعلوا يعلقون منه سقائف فنال الناس من الضيق مشقة عظيمة فلما دخل عبد الرحمن بن معاوي الأندلس وسكن قرطبة نظر في أمر الجامع وتوسيعه وإتقان بنائه فأحضر أعاجم قرطبة وسألهم بيع ما بقي بأيديهم من الكنيسة المذكورة وأوسع لهم البدل فيه قال لهم أعطيكم فلوس كتيرة بس سيبوه للشطر الثاني وفاء بالعهد الذي صلحوا عليه بص العهد الذي صلحه وأباح لهم بناء كنائسهم التي كانت هدمت عليهم في وقت الفتح بخارج قرطبة وخرجوا عن الشطر فاتخده وأدخله في الجامع الأعظم بص هو في الأخير منكم فيكم أنا هدمت لكم كنائس لما دخلت دلوقتي سسمح لكم تبنوا البعض منها وما بيقولوا الكل هو البعض منها بس الذي تم ترميمه فسامح لهم مقابل تستردوا البعض من كنائسكم المهدمة نأخذ الجزء ده فمنكم فيكم في الأخير فطبعا كلام الشيخ محمد حسان بدون دليل بدون مرجعية ده كذب يعني لو عايزين نسميه بصريحة العبارة ده كذب على الناس كويس عشان الناس تشوف انه الإسلام يعني دين سمح واللي يحب يدخل لو سمحت اختفاده ده مسجد قرطبة لو نعرضه للمشاهدين يعني ده عبارة عن من أروع البناء الذي يعني بنية في إسبانيا في الحقيقة وآثار عظيمة لكن على جوتة المسيحيين طبعا 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 طيب شكرا لك قبل ما يا أخو حيد أنتقل لك معلش تسمح لي أخذ بعض المكالمات وبعدين نرجع طيب ناخد محسن من مصر أخ محسن ألو أهلا اتفضل السلام ونعمة الكوكب المنيرة السلام ونعمة تفضل السلام ونعمة تفضل أنا بس يعني ما كنتش متسرع الحلقة من الأول لكن بس لي ملحوظة ضيارة أحد أقولها لو تترنت اتفضل الكل اللي تتكلموه نصوص موجودة في القرآن أو موجودة في السنة أو في الكتابات الإسلامية في الأدوات الإسلامية كلها إننا في نصوص تانية بيستشد بها علماء المسلمين الحاليين سواء شيخ الأزهر أو المفتي أو العقلاء من المسلمين الشيخ العقلاء هل إحنا من مصلحتنا كمسيخيين موجود متدورين ومتعايشين مع بعض في مصر نزكي ونحي فيهم روح النصوص السامحة اللي موجودة اللي هم بيستشدوا بيها ولا ندور لهم وننبش لهم في النصوص اللي فيها معاداه وفيها قتل وفيها يعني هل إحنا مصلحتنا فيهم أنا يعني أنا بشايف أن احنا عمشان الناس يعيش في تسامح وفي محبة وفي ود وفي وفاق مع بعض في بلد واحد ومتجاور الناس مع بعضها إنه على الآن نشجع فيهم يعني روح اللي يحاولوا يظهروها حتى لو كانت يعني مش كلها هي نفس النصوص اللي موجودة لكن لمصلحتنا ومصلحة التعايش ومصلحة المحدة تسود بين الناس إن احنا نزكي فيهم الإفطاح عن النصوص اللي هم بيستشهدوا بيها خاليا وطالما استشهدوا بغض النظر عن إنهم بيعتبرون زميين ومعاهدين أو ما إلى ذلك علشان النصوص دي تنطبق علينا إنما في النهاية يعني يقولوا العائزين يقولوه لكن إحنا محسنين لنصوص تخدم المعايشة والتعايش السلمي بين الناس شكرا لك يا أخ محسن شكرا لك هقدي للأحباء هنا وحيردوا عليك على السؤال بتاعك شكرا لك ناخد دانيال من أمريكا دانيال ألو ألو أيوا تفضل سلام مسيح معكم وكمان مع الضيف رشيد سلام عليكم سلام عليكم منفضلك موضوع الإسلام ودخوله في مصر احنا بنسمع عن دخول الإسلام من المسلمين نفسهم لكن احنا عاوزين نعرس من الناس المسيحين اللي هم من عنديهم مستندات مكتوبة مخطوطات أي حاجة عاوزين نعرس إزاي الإسلام ده دخل والتعامل معاه كان إزاي وكان في الكنيسة موقفها إيه والحاجات دي مش تخص المسيحيين بس تخص المسلمين اللي بقوا كمان مسيحيين يعني تخص معظم المصريين عاوزين يعرفوا إزاي دخل الإسلام لأنه كده يعني مصر دي أساس أساس يعني الإسلام تقريبا في العالم كله يعني هو منبع جاي من مصر أصبحت ليهم تلعف الأزهر والتعليم الأزهر حتى بعض الكتاب الألمانيين قالوا أنه مصر بتصدر الإرهاب فإحنا عاوزين ننظر نظرة ترخية للموضوع ده ونعرف تفاصيله هو ده لو كنا عاوزين نعرف نتعامل معاه دلوقتي لازم نعرف هو دخل إزاي وإيه الأسليب اللي كانت متخزة نعرف كل حالة نقطتك وصلت يا أخ دانيال إحنا بنشكرك شكرا لك كتير معانا أحمد من مصر معليش أاخد أحمد ألو أعلم ساعة الخير يا فرد ساعة النور اتفضل معتي يا أحمد نظمي من مصر اتفضل أنا كان ليستفسار واحد بس بسيط أنا طبعا ما بعترضش على كلام الأخوة في كل حاجة ومش متفق معهم في كل حاجة بس هليستفسار بسيط بس أنا عايز أسأل الأخوة أنتوا بتتكلموا في موضوع أن فيه هدم كنايس في مصر أنا عايز الكاميرا بتاعت البرنامج تنزل مصر وتشوف الكنيس اللي قاعدت تجديدها أوكي ده أول حاجة أنا بتتكلم فيها والتاني حاجة حضرتك عايز أسأل سؤال هل يعقل أن في أمريكا والدول الأوروبا اللي احنا بنقول عليهم متقدمين اللي القماش الحياة بتبس منها البرامج بتاعتها يعقل أن ممنوع بناء أي مساجد هناك أو أي تجديد مساجد والمساجد بتغلق دي زي دي بعد إذنك يريد تجاوبوا علي ناشي شكرا لك يا أخ أحمد ده بس استفساري ماشي حنرد عليك بنعمة ربنا شكرا لك ناخد جورج من كندا جورج جورج ألو ألو سلام سلام أخش فيد مرحبا عندي سؤال وعندي تعليق طبعا السؤال هو أنه أليس هناك آية تقول لا فرق بين عجميا وعربي لا بالتقوى والناس وسواسية وهناك آية أخرى تقول لا إكراها في الدين التعليق اللي عندي أنه للأخوة المسلمين ماذا فعلوا وماذا سيفعلون لن يؤثر أبدا على حتى عندما قال أحد الشيوخ الذي قال نحن لا نصلي في أرض مختصبة فماذا يفعلون بمسجد الأخصى الذي هو تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يصلون به كل أسبوع وكل يوم الشيء الثاني أعتقد أنه الإسلام ينظر إلى الكنيسة وكأنها بما أنها رمز فيزيائي عندما فيزيائي عندما تعمر بمحيه من على الأرض فبالنسبة لهم كأن المسيحي هذا شعاره وقد انتهى هذا شيء أنه يهم بقدر ما يهمنا أنه الروح لن يموت أبعنا وأجدادنا صلوا حتى في مناطق في الجبال منعزلين الروح المسيحية لن تموت كما استمرت كما قال المسيح وأن بواب الجحيم لن تقوى عليها لن تقوى عليها فهكذا ستبقى المسيحية إلى أن يأتي المسيح بإذن الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك نأخد ميرفت من مصر ألو ألو مرسى النور تفضلي مرسى النور شكرا لك يا أخت ميرفت إحنا هنرد عليك في الموضوع ده قبل ما أاخد مكالمة تانية في إيميل بنفس الموضوع اللي بتتكلم عنه الأخت ميرفت معنونه بتهديد السلفيين سلام ونعمة شكرا على هذا البرنامج ممكن من فضلكم التنويه عن التهديد من الجماعة السلفية عن خطف غير المحجبات غدا في مصر ولو تصدق التكذيب لأن الآن في هذه اللحظة تمشي عربات في مدينة طنطة عاصمة محافظة الغربية بالمايكروفونات تهدد بنفس الكلام لكن نحن لا نخاف فالرب معنا وإلى آخر الإيميل ممكن تحب نرد على بعض المكالمات وبعدين ناخد الباقي عفوة أبتدي بأول مدخلة أعتقد أنه لم أكتب الإسم الأخ محسن قال أنه لماذا نحن نشجع فقط النصوص السلبية ولا نشجع النصوص الإيجابية في الإسلام سؤالي من أين نأتي بهذه النصوص الإيجابية أنا كنت مسلم لم أجد هذه النصوص الإيجابية في بضع النصوص لا تخص مسألة الكنائس خالص ملهاجدعو كل النصوص التي تتعلق بالكنائس هي تتعلق بهدم الكنائس بالإجماع بالإجماع نعم 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 هل أصنع لهم أصنع لهم نصوص يعني أنا شايف أنه أحياناً نحن المسيحيين ندور على قشة فقط نعم نحاول نلاقي العذر معلش أنه الأخ محسن عن طيب خاطر عن نية سليمة لكون مسيحي تربى على هذه الطيبوبة لكن ماذا نفعل هل نكذب على المسلم ونقوله أنه عندك نصوص مثل لا إكراهة في الدين عندك نصوص مثل يعني لا تجدين أكثر مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى إلى آخره النصوص التي تتكرر في المحافل وملهاش أي معنى ليه ليه ملهاش أي معنى دي لا علاقة ثلاثة بناء الكنائس ومنسوخة أولا لا علاقة ثلاثة ثانيا لو شفنا حكمها عند العلماء دي منسوخة والبعض منها له حالة خاصة ولا يدخل في إطار العام ونتشعر في أشياء كثيرة إذن لازم المسلمين يتخذوا موقف تجاه نصوصهم لو عايزين عايش مشترك سلمي بنا لازم يكون موقف واضح من المسلمين تجاه هذه النصوص تجاه أحكام الكنائس والهدم ليقولوا للجميع أن هذا من الماضي وانتهى لا وجود له الآن لن نقيمه الآن نحن في عصر تاني هذه النصوص لها أحكام التاريخ فقط بس عندنا الشيخ محمد حسان ما زال لحد اللحظة دي هو عايش يعني في زمن العاهد وعمر بن الخطاب كل السلفية لن يتجرأ شيخ واحد أن يقول أن هدم الكنائس ليس جزءا من الإسلام لن يتجرأ سيراوغون ويقولون أنت أهل ذمة وأنتم في ذمتنا وفي ذمة الله ورسوله لكن لن يقولوا بالحرف أنه ليس من ديننا ليسألوا الشيوخ سؤال محدد لأنه طالب أي مشاهد مسيحي ليذهب عند أي شيخ وحتى الإخوان أنا سمعتهم ما حيتحوروا مع الشباب الأقباط فليسألوهم ما حكم الإسلام في بناء الكنائس في أرض مصر وهي أرض عنوى بس سؤال محدد لو قال الشيخ حسان أنه ممكن تبنى كنائس يبقى في إسلام تاني ممكن نتكلم عن نصوص تاني أنا عندي تعليق للأخ محسن برضو قبل ما ننتقل الأخ محسن ثق تمام أنه أنا شخصيا فكرت في الكلام اللي حضرتك بتقوله هل تعتقد أن المعلومات دي كلها مش موجودة عندنا قبل الحلقة دي بشهور طويلة جدا موجودة وعرفينا ليه ما أسرناها أسرناها لما طلعوا الشيوخ على التلفزيون اللي حضرتك شفتم ابتدوا يعلم المسلمين هدم الكنائس جائز وواجب ولا يجوز للمسيحين يصلوا في الأماكن العامة إذن حينما تكلم شيوخ الإسلام على العلن في التلفزيون وحضرتك شفت هذه الفيديوهات التي قدمت الآن اضطرينا أنه إحنا برضو نقدم ما لدينا حتى خلي بالك المسلم العادي النهاردة في مصر خايف المسلم المعتدل الليبرالي المسلم اللي بيحب محمد وبيحب إله القرآن وبيحب قرآنه خايف من السلفيين لا يرضى بهذا الكلام أنا أعتقش شخصيا إذن البرنامج بيعمل تنوير للمسيحيين وللمسلمين المعتدلين إن أردتم أن يحكم الإسلاميون فهذا ما سيفعلونهم في الشرق عامة دون ناس لا يعرفوا ما يعني عن العمران أي شيء على الإطلاق ربما سمعنا ما ذكروا أخونا رشيد منذ قليل في مقدمة ابن خلدون أعتقد في تعليق للأستاذ أحمد نظمي طيب قبل تعليق عندنا فاصل نطلع لحظات ونرجع خليكم معنا مشاهدين قناة الحياة غيرت حياة الكثيرين قناة الحياة أعطت الكثيرين الأمل والرجاء في الحياة قناة الحياة أرشدت الآلاف للطريق والحق والحياة قناة الحياة تجمع بين الجرأة في الطرح والمحبة المسيحية والإحترام للآخر لدعم قناة الحياة والمساهمة في نشر رسالتها زور المواقع الظاهرة على الشاشة أهلا بكم أهلا بكم مرة تانية مشاهدين كملوا معنا الموضوع أخ وحيد كان عندك تعليق تعليق للأستاذ أحمد نظمي أنا أسأترك الجزئية بتاعة الكنيس المساجد في أمريكا ربما للأخ رشيد في يعلق هذه الجزئية ولكن الآن أنت حضرتك سمعت عدة مكالمات من قلب مصر السلفيين أول أمس من 3-4 أيام أقاموا الحد وأنا لا أعرف من أين أتوا بهذا الحد بقطع أذن قبطي في مصر حضرتك عايش في مصر ولا في كوكب آخر هل سمعت بهدم كنيسة أطفيح هل سمعت بعدد من الكنائس تم تهجم عليه في الفترة الأخيرة هل سمعت بالكنيسة التي تم تفجيرها في الإسكندرية كنيسة القديسين ولا حضرتك تتكلم عن مصر أخرى غير مصر اللي إحنا منها العمرانية مثلا أحداث العمرانية أيضا صحيح وأحداث العمرانية أيضا خاصة بكنيسة طيب ده من قلب مصر يا عزيزي إذن مش محتاج الموضوع لكاميرا ده الوقت المصريين بيتكلموا حتى المسلمين رافضين هذا الوضع اللي بيتبنى الإخوان والسلفيين كان عنده جزئي أخ رشيد بيقول لك في أمريكا المساجد ممنوعة بيقول في أمريكا وأوروبا الممنوع بناء أي مساجد لا أعتقد أن الأخ يعني متأكد أنه كلامه موثق لكن لو رجعنا للتوطيق على الأقل في مواقع تابعة للحكومة الأمريكية 1209 مسجد بنية لحد سنة 2001 نحن في 2011 يعني عشر سنين مرت على هذا الإحصاء لحد 2001 1029 لا يوجد ولاية أمريكية واحدة لا يوجد على الأقل مسجد واحد بينما نجد ولايات فيها أكثر من 100 بعض الولايات فيها أكثر من 100 لو رحنا في قلب فرنسا بباريس في أكبر مسجد في لندن أكبر المساجد بيبنى الآن في كل بلد أوروبي تطأه قدمي إلا وأجد مساجد الأوروبيون والأمريكان وأي شعوب أخرى غير إسلامية تسمح ببناء المساجد لكن المسلمين بيعملوا أحيانا بيذهبوا إلى بعض المواقع ويقولون هنا نريد زي ما حصل في مسجد قرطبة أيضا في نيويورك قالوا أنهم سيبنونه في مكان ناطحات السحاب المهدمة من طرف المسلمين أنفسهم هذا استفزاز لمشاعر المسيحيين لا أتكلم عن المسيحيين هذا استفزاز لمشاعر عن مئات اللي لم يكن ربما الآن آلاف المساجد قد بنيت فإذا كلامه غير صحيح هو واضح أن الأخ لا عايش في أوروبا ولا في أمريكا ولا في مصر لا يعرف أي شيء يعني اذهب لأستراليا اذهب إلى أمريكا اللاتينية اذهب لأي مكان يوجد مساجد والناس تعبد ربنا ما فيش حد يدخل فيها ثانيا أن هذه البلدان ليست بلدان مسيحية بيقول هل يوجد نص في الإنجيل أو نص من أحد تلاميذ المسيح يقول فيه من المسيح نفسه أو من تلاميذ المسيح يقول فيه لا تبنى كنيسة في المسيحية ولا يجتمع قبلتان مثلا لا تبنى عفوا لا يبنى مسجد في المسيحية ولا تجتمع قبلتان في أرض مسيحية واحدة لا يوجد فإذا حتى لو تكلمنا عن تصرف والذي نفترض أنه كلامه صحيح وأنه أوروبا تطرد المسلمين مساكين وتقول لهم عن مساجد وأمريكا وتشردهم في الشوارع ومساكين مشلقين وين يصلوا حتى مع ذلك نقول لهم لا يوجد نص يساند ما يفعلون وهو بيبرر يعني يعني هو كل اللي بيعمل هو بيبرر هدم الكنيس أو عدم بناء الكنيس في الدول الإسلامية ده شيء غريب مكالمة تانية في الأخ جورج كان من كندا وبيتكلم عن لا يكرهها في الدين وأنا بقول للأخ جورج أغلب علماء المسلمين بيتكلموا عن أنه دي كلها نصوص تم نسخها إذا كان آية واحدة سورة التوبة 5 نسخت 124 آية منيهم 114 آية من آيات الإعراض يعني سيب المشركين في حالهم 124 آية نسخت بآية واحدة فهذا الإسلام نجده فقط حينما يراد أن يلمع الإسلام واستخدام التقية نحن كويسين والدين السماحة والدين المحبة والدين لا يكرهها في الدين حتى ما قالش حب ممنوع الحب لا يكره لكن الإسلام الحقيقي هو أنه كله منسوق في إسلام الحقيقي غير كده خالص نعم اتفضل لو سمحت أخو حيد هو أيضا قال لا فرق بين عربيين وعجمي إلا بالتقو الأخ جورج ودي لا يعرف أنه هي في حق المسلمين فقط لا تتعلق بغير المسلمين لا فرق بين عربي مسلم وبين عجمي مسلم إلا بالتقو لأنه ابتدوا العربي فرق بينهم وبين المسلمين من جنسيات أخرى الأعاجم فقالهم لا فرق إلا بالتقو دي لا تخص المسيحيين على الإطلاق طيب الأخت ميرفت كانت بتتكلم عن حد قطع الأذن اللي تنفذ على واحد من المسيحيين في حاجة اسمها حد قطع الأذن في الإسلام الحد علمي لا أعلم حدا من هذا القبيل لكن اللي شفته أنا مرة عارت أخت أفغانية وأقيم عليها حد جذع الأنف لأنه كان التقرير للوالي هو اللي يقر أي العقوبة تنزل بالمرأة التي تركت بيت الزوجية فقطعوا أنفها ودي حالة معروفة وطبقت في أفغانستان وجابتها التايم ماجازين وحد قطع الأذن ممكن يكون الأمير قرر أن هذه العقوبة المناسبة لهذا الشخص وطبقت فيه أنا أفهم أنه قصص الأذن بالأذن والعين بالعين لكن حد لازم نفهم القصة كلها عشان نعرف أي اللي تطبق فيها بالضبط طيب كويس هو كان برضو علقت الأخت ميرفت على أنه أي وحدة مش محجبة ستخطفها ده كلام للأخ جورج للأخ أحمد نظمي اللي اتصل من مصر نعم أي وحدة يا أستاذ أحمد نظمي التلات بكرة السلفين عاملين اليوم ده أي وحدة مش محجبة ستخطف بالمناسبة فيه مسلمات كتير مش محجبات مشكلة إشكالية حينما ينتشر الإسلام تنتشر الفوضى على الفور لا احترام لا لقوانين ولا للآخر ولا لعقيدته ولا لأخلاقه اللي هو عايز يعيش بها وفق منظومة معينة لا احترام لأي شيء على الإطلاق الأخ دانيال أيضا قال كيف دخل الإسلام لازم نعرف أساس الإسلام نعم وأعتقد أنه من واجبنا أنه نقوم بشيء أنه نعرف الناس في مصر كيف دخل الإسلام لمصر في البرامج القادمة بنعمة ربنا نخصص حلقات للموضوع ده طيب ناخد مكالمة ثانية مارك من أمريكا مارك ألو السلامة رب ياسوع معكم الأخ رشيد والأخ رحيد والأخ فدوة السلامة رب ياسوع معكم يعني أنتم فعلا نور للعالم كله ونور للإسلام يعني أتمنى أن الإسلام يكونوا فهمين الكلام اللي أنتم بتقولوه لأن كلامكم ده لا يقدر بثمن سدقوني كلامكم ده لا يقدر بثمن يعني أنا بتعجب على الرياء والنفاق ودين السماحة أنهم يقولوا ملكم دينكم ولي ديني ولا إكراها في الدين وأن محمد جاء رحمة العالمين اسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون يعني الكلام ده كله كلام كده يعني بس نفاق ورياء ولا كلام مفروض إنهم يحترموه ويقولهم أن يعني دول ناس أهل الكتاب ودول لازم نحترمهم ودول ناس ما هماش جايين كده يعني من الشيطان دول برضو ناس لهم دين اللي هو الإنجيل الشريف الإنجيل المقدس مفروض إنهم يفهموا الكلام ده فأنا منش فاهم الحاجات دي كلها عمالة تتعمل وبيتجاهلوا كل الحاجات اللي هي مكتوبة في كتابهم وبيعملوا الحاجات اللي هم بيعملوها دي حاجات يعني يندلها الجبين صدقوني أنا يعني قلبي معاكم وأنا بتمنى أنهم يفتعونهم ويتفهموا شكرا لك يا أخ مارك ناخد إبراهيم من أمريكا مساء الخير أختي فادية والأخ وحيد والأخ رشيد الرب بارككم إزاي الصحة تفضل من فضلك أنا بالنسبة للحدود في الإسلام لا يوجد حد في الإسلام ينص على قطع الأنف على قطع الأزن ولكن قطع الأزن هذه عقوبة تقرر في حالة واحدة فقط إذا قطع شخص معتدي قطع أزن المعتدي عليه فتطبق عليه عقوبة قطع أزنه ولا تقطع الأزن إلا في هذه الحالة في حالة أن يقطع المعتدي أزن المعتدي عليه كعقوبة ولكن لا يوجد حد في الإسلام ينص على هذا الحد شكرا شكرا لك يا أخ إبراهيم طيب إحنا الوقت ابتدى يدهمنا عشان نكمل بقية الجزئيات عايزة أخوة حيث الديني مثل إحنا كنا بنتكلم عن الكنايس على أرض الواقع شيء حصل إنه كنيسة قديمة تهدمت عشان نرد على الشيخ محمد حسان ديننا لا يجوز أن نصلي على أرض مغتصبة ألاف المساجد هي أساسا كناس ألاف ألاف مؤلفة لكن أنا سأذكر لكنيسة كما يسمون بين قوسين صلح يعني دخلوا وعاهدوا أهل البلد واتفقوا معهم خلاص الكنيسة دي كنيسة صلح خلاص؟ في ابن قيمة جوزية في كتاب أحكام أهل الزمة جزء 3193 نقرأ إن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه الجامع الأمو حاليا وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهرا فاصطلحوا على المعاوضة سنعودكم بكنائس أخرى بإقرار كنائس العنوى التي أرادوا انتزاعها وكان ذلك الإقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوى يعني بيعترفوا أن كنيسة دي ما كانش من حقهم ياخدوها حشوف بقى ابن خلدون فصل الموضوع ده إزاي ابن خلدون بصراحة رائع جدا ويمكن مقارنة تاريخ دمشق لابن عساكر والمختصر في أخبار البشر لابن الفدا يقول وكان الوليد لما اعتزم على الزيادة في المسجد أمر بهدم كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد ليه ملاصقة للمسجد جم بنوا حتى أخذوا حتى بنوا جنبية فأدخلها فيه وهي معروفة عندهم باسم كنيسة ماريوحنة السوريين يعرفها كويس ويقال إن عبد الملك طلبهم في ذلك فامتنعوا يخي مش عايزين ندي كنيستنا وأن الوليد بذل لهم فيها أربعين ألف دينار فلم يقبلوا فهدمها ولم يعطيهم شيئا وشكوا أمرها إلى عمر بن عبد العزيز وجاءوا بكتاب خالد بن الوليد وعهده أن لا تخرب كنائسهم ولا تسكن فراودهم على أخذ الأربعين ألف التي بذل لهم الوليد فأبوا فأمر أن ترد عليهم يعني ادلوا كنيستهم رجعوها فعظوا مذلك على الناس وكان قضيه أبو دريس الخولاني فقال لهم تتركون هذه الكنيسة في الكنائس التي في العنوى في المدينة وإلا هدمناها فأزعنوا وكتب لهم عمر الأمان إلى آخره يعني بنوا حتى جنب الكنيسة وبعدين عينهم طمعت في الكنيسة الكبيرة فعايزين ضموها هذا مجزء منها أدوم أربعين ألف دينار رفضوا كنيسة بتاعتنا الكنيسة لا تباع لا تقدر بسمن بعد كده لما رفعوا تاني مظلمة وحبوا يردوا ليهم كنيستهم المسلمين أبو الزاي بقى نردك الكنيسة فحصلت المعاوضة بعد كده أدوهم كنائس خارج المنطقة أصلا مهدمة يبنوها من جديد زي اللي حصل في قرطبة دي صورة للكنيسة ممكن تعرض هنا نشوفها الجامع الأمو الحالي الموجود في سوريا وده منظر لي من بعيد يعني أفضل الكنائس بياخدوها ويبنو على مساجد والشيخ يقول محمد حسان ديننا لا يجوز لنا أن نصلي في أرض مغتصبة أصلا يا شيخ حسان 80% من الأراضي التي تصلي فيها والمساجد هي أراضي مغتصبة حتى المسجد الأقصى أرض مغتصبة وإنت حضرتك بتصلي فيها يا ريت أنا بوجه كمان كلامي للأخ تامر أمين لأنه هو اللي كان مستضيف وقت ما بيقول الكلام ده يعني معلش يا تامر الله الله دي وراء الشيخ ما عديتش تنفع يعني ولا حتقنع حد فيا ريت تخلي بالك من المواضع دي طيب رشيد بالنسبة للتاريخ وخلينا في مصر يعني ندي هدية للشيخ محمد حسان هل تم هدم كنايس غير اللي إحنا بنتكلم عنه؟ أولا عايز أي شخص يشوف الشيخ حسان أن يسأله إي رأيك في كنيسة ماريوحنة وإي رأيك في جامع قرطبة يعني حتى نجيب كافي يعني لإبطال كلامه لكن لو أردنا أن نتكلم على هدم الكنائس في مصر مثلا خلينا نشوف في الوافي بالوفيات لصالح الدين السفدي ده بيتكلم عن شخص اسمه عبد الغفار بن محمد بن نصر الله يسمى العبدي الحموي الكاتب المعروف بابن المغيزل وابن المحتسب ده توفي في مصر سنة ثمانين وسبعمائة يعني 1320 تقريبا ده بيقوله كان النصارى قد أحضروا مرسوما ده لأنه له قصة مع الكنائس في جوس عندكم مكان في مصر اسمه جوس ده له قصة معه كان النصارى قد أحضروا مرسوما بفتح الكنائس فقام شخص في السحر بجامع جوس وقرأ إن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدامكم يعني هو ضد الأمر الذي جاء به النصارى يعني تعالوا يا جماعة زي ما يحصل دلوقتي تماما إن تنصروا الله ينصركم الله أكبر تعالوا نهجم عن الكنيسة وقال يا أصحبنا الصلاة في هدم الكنائس يعني بلاش الصلاة الصلاة هي في هدم الكنائس يعني أنا لما أروح أهدم كنيسة ده صلاة ده عبادة ده عبادة ده عبادة ده أنك تمارس واجب إسلامي فلم تأتي الظهر إلا وقد هدمت 13 كنيسة ونسب ذلك إلى أنه من جهة الشيخ ده ده في يوم واحد 13 كنيسة ده في يوم واحد ده قبل الظهر ده من الفجر قبل ما يصلي الظهر تم هدم 13 كنيسة لو عايزين نتوسع أكتر في كتاب اسمه لو عايز أي شخص مسيحي يقرأ تاريخ مصر ويشوف حصل المسيحيين إيه بيشوف السلوك ده للمقريزي لما عرفت دول الملوك ده أزاء كتير مجلدات لما عرفت دول الملوك ده بيفصلك والمقريزي على فكرة ما بيكتبش من باب التعاطف مع الأقباض ده بيكتب من باب لأنه بيكره الأقباض هتشوفها في الكتابات لكن بيكتب تاريخ ويقول ده حصل لهم يعني وكأنه إزلال ليهم بيتشفى بيتشفى فيهم فالسلوك للمقريزي بيقول إيه ومات الشيخ عبد الغفار اللي بتكلمنا عنه ليلة الجمعة سابعة القعدة وقد حمل من قوس إلى القاهرة بسبب قيامه في هدم الكنيس حتى هدم العام من قوس أو قوس 13 كنيسة هدم الكنيس في مصر مثلا سنة سبعمية وواحد وعشرين موافق لألف وثلتمية وواحد وثلاثين وفي يوم الجمعة ده في نفس الكتاب السلوك للمقريزي وفي يوم الجمعة تاسع ربيع الآخر طارت العامة يداً واحدة وهدموا كنيستين متقابلتين بالزهري وكنيسة بستان السكري صحيحوني في الأسماء المصرية وتعرف بالكنيسة الحمرة وبعض كنيستين بمصر وكان ذلك من غرائب الاتفاق ونوادر الحوادث ليه بيقول كده دي خلاصة يعني دي قصة طويلة موجودة في السلوك للمقريزي كانوا عايزين يبنوا جامع فجوق عن قصد بنوه قرب الكنيسة في الزهري حصل إيه أخذوا الطين من جانب الكنيسة ويبنوا الجامع حتى كانت الكنيسة معلقة حفروا من جنبها ومن تحتها حفروا من جنبها ومن تحتها وقال لهم الأمير أنا ذاك قال لهم اهدموها بالليل للمسلمين اه طبعا للمسلمين فهدمت وبعدين تار العامة في مصر كلها وقالوا الأميق السلطان يقول لنا نهدم الكنيسة لأنه فهموا المغزى فبيقول لك المقريزي بيقول إيه وكان الذي هدم في هذه الساعة من الكنيس ستون كنيسة ابتدت بوحدة خلصنا بستين وهي كنيسة بقلعة الجبل كنيسة بأرض الزهري موضع البركة النصرية كنيسة بالحمرة كنيسة بجوار السبع سقايات بتسموها صح؟ وكنيسة أبي المنى أو المنى بجوارها وكنيسة الفهادين وكنيسة بحارة الروم من القاهرة كنيسة البندقانيين كنيسة بحارة زويلة كنيسة بخزانة البنود كنيسة بالخندق وأربع كنيس بالسكندرية كنيستان بدمانهور الوحش أربع كنيس بالغربية ثلاث كنيس بالشرقية ست كنيس بالبهنة سوية بأسيوت منفلوت وإلى آخره بص طيب ومن يابن خصيب تماني كنائس وجوص وأسوان 11 كنيسة والأطفحية كنيستان وبمدينة مصر بخط المصاصة والسوق وردان وكان عقيب هدم الكنائس ووقوع الحريق بالقاهرة اللي معروف كان حصل أيامها ومصر فابتدأ يوم السبت 15 جمادة وتوتر إلى سلخي لأنه نسبوا الحريق وكأنه انتقام من المسيحيين أيامها فكروا أن المسيحيين ينتقموا لهذه الملكنائس ستين كنيسة نحن لو تكلمنا يمكن أن لا نخرج هل تريد المزيد واختفادوا؟ أنا لا أريد أن أخذ لك الحلقة لحظات لكن دعني أخذ مكالمة نأخذها سيف من مصر سيف سيف تفضل شكرا أنا معجب جدا طبعا في البرنامج بس أنا عاوز أقول لكم حاجة أخذتنا المسلمين يقولون شيئا ويعملون شيئا آخر يعني يستعملون ما زي ما قال الأخر رشيد التقية لكن في حاجة اللي هي برأيي موجودة وأنا برأيي أنتم حاولوا تستعملوا اللي هي ترجمة لما بترجموا القرآن من العرب الإنجليزي خصوص إذا بتروح على الأذر دات كوم بتلاقي أن الترجمة يعني أنا وجدت حوالي تمانين بالمئة من الترجمة الخطأ ليه؟ لأنه برأيي مكشوفين من الحقيقة مثلا أخودي سورة المؤمنين اللي بترجمة يوسف علي اللي بيقول بيقول أن مدلاً وخلقنا من المضغع إضاماً فكسونا هو بقول لك وخلقنا من المضغع إضاماً ولا أحمد ومعنين طب يا أخ سيف أخ سيف يا أخ سيف معلش أنا أسفل لأنه دمش الموضوع بتاعنا معلش لو عندك مداخلة في الموضوع بتاعنا يريد وبسرعة الله يخلي أنا كنت عاوزة أعمل تعليق عام بات مشان المستقبل ولا همك ولا همك شكراً لك شكراً لك يا أخ سيف طيب أنا بس عندي سؤالين وحيد إحنا ابن تيمية يعني طول الحلقة إحنا بنسمع ابن تيمية أنا أنا عن نفسي شايفة الشكل اللي أنا شايفه شخص إرهابي وصلنا في إرهابي بدون يعني زرة شك فمن هو ابن تيمية طيب هو ببساطة عشان برضو الناس صح يعني سؤال الناس يعرفوا ابن تيمية اسمه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله إلى آخره ولد في القرن 13 الميلادي 1262 تقريباً في حران بلد بتوقع بين دجلة والفراد وحران ديها بالنسبة حران في الكتاب المقدس بالضبط كده انتقل وهو صغير مع والده إلى دمشق علشان يعيشه هناك نشأ فيها تلقى عن أبيه وعلماء عصره المعرفة الموجودة كانت ومنتشرة في تلك الأيام قرأ الحديث التفاسير اللغة وشرع في التأليف يعني بدأ يألف من ذلك الوقت بعض سيطه في تفسير القرآن واستحق الإمامة في العلم والعمل ومعروف عنه أنه كان متحمس للجهاد وللحكم الشرعي وهو دور مؤثر جدا في نمو الإسلام السياسي وعلشان كده لقب بشيخ الإسلام أما لقبه ابن تيمية فجدته اللي هي أم والده اسمها تيمية فنسب بجدته يعني ابن تيمية لكن له أعداء كثير حتى من المسلمين في ناس كتير لا يقبلوا فكر ابن تيمية حتى أن يكون منصفين ولكن في موضوع الكنائس لا يوجد اختلاف مع ابن تيمية في هذه الأجزاء كلهم موافقين على كلامه نحن نتكلم عن السنة طبعاً طيب رشيد يعني إحنا اتكلمنا أو شفنا أنت من شوية كنت تتكلم عن أن السلفيين بيتبنوا فكر ابن تيمية طيب إيه يعني الإخوان المسلمين هل هم بيتبنوا نفس الفكر ولا ليهم فكرة تانية الإخوان المسلمون أنا عملت عليهم حلقتين في سؤال جريء في الأسابيع اللي كانت مضت وفي العدد رقم ستة وخمسين من مجلة الدعوة ودي مجلة إخوانية مئة بالمئة الصادرة في شهر ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وتمانين والشيخ عبدالله الخطيب ده مفتي الإخوان ده مفيش كلام يعلى على كلامه قال أن نفس الأراء اللي قالها ابن تيمية اللي قالها ابن القايم قال أنه بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادة والعاشر من رمضان وحلوان هذه البلاد وأمتلها لا يجوز فيها أحداث كنيسة ولا بيع والثاني ما فتحه المسلمون بلادي بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا فهذه أيضا لا يجوز بناء اسمع الكلمة كويس بناء هذه الأشياء دي ولا حاجة وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين والقسم الثالث ما فتحه صلحا بين المسلمين وبين سكانها والمختار هو ابقاء ما وجد بها من كنيس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد إلا إذا اشترتوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها فعهدهم إلى أن يكتر المسلمون على البلد يبقى العهد لحد ما يصير المسلمين أكترية وتتشعل عندي تعليق نعم عودة للأخ محسن المتصل يعني من شوية الأخوان المسلمين في مصر عايزين يعملوا يعني حوار مع الأقباط وأنا بدع الأحباء الأقباط يعني يجب أن يكون السؤال الأولي والجوهري ما رأيكم في بناء الكنائس في ترميم القديم لازم يكون السؤال الجوهري في إذا كان هناك ما يسمى بحوار يعني لأنه مرشح أن الأخوان المسلمين يعني يكون لهم دور في المستقبل القريب في صنع القرار في مصر طيب بس هما لو اكتفوا بمجرد السؤال وإجابة السؤال التقية موجودة لا ما يكون بعد كده في مراسيم ولا يرأيك يا أخ رشيد يكون في كتابات لا طبعا هما مش حيقدروا يخلفوا كتاباتهم يعني لازم يعترفوا بكتاباتهم هما ممكن يراوضوا السائل ممكن يمتنوا عن الإجابة بطريقة لطيفة أو بيراوضوا ويقولوا له إحنا جايين نصلح أو حاجة زي كده بس في الأخير هما لا يقدرون أن يتنصلوا من كتاباتهم ومن تراتهم الأدبية يعني دلوقتي احنا عرفنا أنه الإخوان المسلمين بيتبنوا فكر ابن تيمية هو عليه اتفاق بين كل التواقف الإسلامية كل الفرق الإسلامية طيب أنا عندي دقيقتين عايزة من كل واحد فيكم ياخد يعني دقيقة إلا ربع يختملي بيها ممكن تختملي تشوف اللي ممكن توجهه للمشاهدين لو عندك حاجة عاوز تضيفها أنا بصراحة أتوجه لكل مشاهد مسلم ومشاهدة وأقول أنه هناك فرق ما بين الدين والعقيدة التي تعلم إقصاء الآخر نهدم بيت يعتقد أنه يعبد فيه الله هذا الآخر وفرق ما بين المسيح اللي فتح دراعيه لأي شخص أكرم أي شخص حتى اختفادوا حتى امرأة زانية وحضروها له وتعامل معها بكامل المحبة والرفق فكان بالأحرى شخص بيعتقد أنه بيعبد ربنا يعني أنا بشوف أنه المسيحية بترقب الإنسان بتتعطيه حرية الاختيار ما بتدلوش عشان يعتنق عقيدة معينة أو فكر معينة أو يتبع المسيح فأنا بشجع كل واحد أن يبحث عن بديل الإسلام كما فعلت أنا من قبل شكرا لك أخوة حيت أنا بسرعة أقول بداية للأخت مونة إبراهيم إحنا هنصلي من أجلك ووصل الإيميل بتاعك ثانيا المسلمون المعتدلون أقول لهم ما رأيكم فيما سمعتم وبالنسبة للسلفيين أقول لهم إن كان الإسلام دين السماحة فاسبتوا ذلك على أرض الواقع شكرا لكم وأنا سعيدة أن أنا كنت معاكم أنتو اللي اتنين حجرين راحة اللي موضوع ولا الشخص اللي يكون بينكم يسحق تماما أحب أقول للمشاهدين مونة إبراهيم عندها مشكلة في البنكرياس والكبد لو سمحتوا شاركونا في الصلاة لأجلها والمسيحية مجد شكرا لكم ونشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة